موسيقى تحالف قوى التغيير الجذري يطالب بخضوع الشركات العسكرية وأيلولتها إلى وزارة المالية موسيقى حكومة الجزيرة تشرع في إعداد خارطة جديدة لزيادة فعالية المشاريع الاستثمارية بالولاية موسيقى وزير الخارجية الروسي يناقش في القاهرة فرص تطوير التبادل التجاري مع مصر المشاهدون الأفاضل عبر قناة سوداني 24 والمستمعين الكرام عبر إذاعة سوداني 24 على الموجة 93.6 FM سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم وأهلا وسهلا في الحدث الاقتصادي والذي نستهله كالعادة بحزمة من الأخبار المحلية الاتحادية نقدم بعده طائفة من أخبار الولايات وثم نختم الحدث بحزمتين من الأخبار الإقليمية والعالمية وفي آخره كالعادة تذكير بهم العنوين قال سكرتير الحزب الشوعي السوداني محمد مختار الخطيب إن سياسات الصندوق النقد الدولي أدت إلى التدهور الاقتصادي وانفلات الوضع في البلاد وأوضح خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم للإعلان عن كيان جديد تحت مسمى تحالف قوى التغيير الجذري وأوضح أن التحالف يجد الدعم والمساندة من قبل الغالبية الرافضة لقوى الهبوط الناعم المرتبط بالقوى الخارجية وإسعى إلى فتح السودان وموارده للإستثمارات الأجنبية والمتجهة نحو خصخصة المشاريع والمؤسسات الإنتاجية فيما طلب ممثل ميثاق الشهداء والثوار كشة عبدالسلام كشة بضرورة إصلاح قطاع القطاع المصرفي وخضوعه لتوجهات البنك المركزي ودعا إلى همية إنشاء اقتصاد مختلط من القطاع العام والخاص وتمليكه القطاعات الإنتاجية وشدد على ضرورة خضوع الشركات العسكرية وأيلولاتها إلى وزارة المالية ونادى كشة بهمية تحسين الوضع المعيشي وإلزام الدولة بمجانية التعليم والصحة وفي الأثناء طلب ممثل تجمع ضباط وصف ومعاشي شرطة لباء شرطة محمد عبدالله الصائم باستصدار قرار سياسي لعادة مفصولي الجيش والشرطة والخدمة المدنية إلى الخدمة فورا واعتبار فترة فصلهم فترة خدمة فعلية والاعتماد على خبراتهم فيما لحق بالدولة من خراب استقر سعر الدولار اليوم في تعاملات البنوك وارتفع في السوق الموازية واستقر الدولار لدى بنك الخرطوم عند مستوى خمسمائة وأربعة وستين جنيها للشراء وخمسمائة وثمانية وستين جنيها وثلاثة وعشرين قرشا للبيع فيما ارتفع لدى السوق الموازية إلى نحو خمسمائة وسبعة وستين جنيها مقابل خمسمائة وستة وستين جنيها وستين قرشا يوم أمس وسجل سعر اليورو لدى البنوك نحو خمسمائة وثمانين جنيها وأحد عشر قرشا فيما جاء سعر العملة الأوروبية لدى السوق الموازية عند خمسمائة وثمانية وسبعين جنيها وارتفع سعر ريال السعودي لدى البنوك إلى 150 جنيها وتسعين قرشا فيما جاء سعره لدى السوق الموازية بنحو 150 جنيها وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى البنوك 154 جنيها و44 قرشا فيما سجل سعره لدى السوق الموازية نحو 155 جنيها أغلق مؤشر سوق الخرطوب للأوراق المالية مرتفع ليصل 22338 نقطة و41 جزءا من النقطة وانخفض حجم تداول من 64 مليون و885 ألفا و386 جنيها إلى 13 مليون و821 ألفا و889 جنيها كما انخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 542 ألفا و370 ورقة مالية إلى 76 ألفا و171 ورقة مالية وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 31 صفقة إلى 13 صفقة الحدث الاقتصادي متواصل لمشاهدين وفي بعد الفاصل حوار مع المدير العام لهيئة سكك حديد السودان حول وصول منظومة جديدة من القاطراء تبقى معنا أهلا مجددا أعلنت هيئة سكك حديد السودان اتجاها لسن تشريعات جديدة لردع المخربين من بينها تهمة الشروع في القتل لكل من يثبت تورطه في سرقة مكونات البنية التحتية للقطاع وقال المدير العام لهيئة سكك حديد السودان مهندس وليد محمود أحمد إن شرطة السك الحديد ستعمل على تسير دوريات متواصلة على مدار اليوم كل في دائرات اختصاصه وكشف عن انتهاج نظام مراقبة القطبان الحديدية عن طريق طائرات الدرون وذلك لتفادي سلسلة الاعتداءات المتكررة على الخطوط التي نجم عنها هلاك البنية التحتية في بعض المناطق تستعد هيئة سكك حديد السودان لاستقبال الدفع الأولى من وابورات السك الحديد إلى ميناء بورت سودان وكان وزير النقل للمهندس هشام علي أبو زيد أعلن في وقت سابق فراغ وزارته من اعداد خطة تشغيلية كبيرة استعانت فيها بعدد من الخبراء الوطنيين لتعظيم المكاسب التشغيلية فيما كشفت إدارة سك حديد عن وصول 15 مهندس وفني صينيين من الشركة المصنعة مع الوابورات لتغطية فترة الضمان المقدرة بعامين لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو المهندس مستشار وليد محمود أحمد المدير العام لهيئة سكك حديد السودان أهلا وسهلا ومرحبا بك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السيد مصعب مساهل خير عليكم وتحية السلام لجميع المواطنين على امتداد ربوع السودان وتحية خاصة للعاملين بهيئة سكك حديد السودان على امتداد خطوط شبكة السكة حديد نعم مرحبا كل عام وأنتم بخير وأنا اليوم سعيد أنه في ملف اليوم دائما يكون في مشكلات اقتصادية اليوم نحن في ملف يتعلق بالأمل ويتعلق ببناء حول استيراد دفعة جديدة من وابورات لتدعم الشكل الجديد لهيئة سكك حديد السودان بداية يعني ضاع المشاهد وضعنا حول تفاصيل هذا العقد الخاص بتوريد الوابورات فعلا الاستيراد الوابورات والقوة الساحبة الجديدة هي من ضمن المحاورة وضمن مشاريع الخطة الازعافية الوضعات الهيئة سكك حديد السودان في العام عشرين عشرين اللي هي ضمن البرنامج السلاسي للتنمية الاقتصادية وقطاع النقل بالتحديد ونتجت هي كخلاصة لورش يعني تمت واستعانت فيها بخبراء وليجان اقتصادية وبناء على الحاجة دي تم توقيع عقد في سبتمبر عشرين عشرين بين هيسيك حديد السودان وشركة سي آر آر سي زيانج اللي هي الشركة الصينية الشركة الأرسى عليها العطاء من ضمن أربع شركات تغدمت بالعطاء اللي هي كان في شركة روسية وفي شركة أمريكية وفي شركة تركية والشركة الصينية حسب الضوابط والإيرادة المعمور بها في الدولة في النظام الشراء والتعاقد رسل عطاء على شركة زيان لاستيراد أربع وثلاثين وابور سبعة وعشرين وابور سفري أو سغيلة اللي هي هيفي دي الوابورات اللي هي اللي بتسافر بين المدن لنقل البضائع والرقاب وسبعة وابورات شنطنج أو مناورة دي لأعمال المناورة داخل المحطات والويرش يعني قدرنا وقدرة وزارة النقل وهيئة سكك عديد السودان في الوقت بإقناع وزارة المالية ونحن نشكرهم عبر هذه المنصة في إن وزارة المالية هي التمول هذا المشروع وتكلفة المشروع هو حوالي خمسين مليون يورو تم تفعيل العقل خلال العام واحد وعشرين بدفع المقدم اللي هو خمسة وعشرين في المئة من قيمة العقل ما يقارب الاثناشر مليون واربعمائة تلف يورو وتم فتح الاحتماد في بنك السودان وهنا أنا أشكر يعني كل الجهود الكاند يعني وراء هذا الانجاز وهذا الأمل الكبير امتدادا بالوزراء التعاقبوا على وزارة النقل امتدادا من الباش مهندس الدكتور هاشم ابن عوف مرورا بالباش مهندس مرغني إلى مرورا بالسيد هشام على أبو زود حتى الوكالة برضو يعني كان لهم دور كبير جدا وكل المعنين في وزارة المالية وبنك السودان طيب في زمن يعني تقريبا نقدر نقوله لتدشين أو بداية التشغيل التجريبي لهذه الوابورات صحيح الآن نحن يعني في استعداد لاستقبال الدفعة الأولى اللي هي بعدد واحد وعشرين وابور سبعتاشر وابور سفري زي ما أنا ذكرت اللي هم للنقل البضائع وأربع وابورات مناورة للدفعة الأولى وأنا بتحدث معاك اليوم في تواصل مع الشركة المصنعة نتوقع غدا أو خلال باقي الأسبوع سيتم شحن الدفعة الثانية اللي هي بعدد تزع وابورات كده يعني نتوقع وصول أيضا بعد أربعين يوم يبقى عندنا الباتش هو الدفعة الثالثة حتكون إن شاء الله لحد نهاية العام حتصل كده يكتمل معنا العدد الأربعة وثلاثين وابور أول ما تصل هي الآن يعني ما بعيد الباخرة من برسودان يعني كان مفترض تصل لأمباريح هي عندها بعض البضائع الآن هي في ميناء جبوتي بتنزل فيها ونتوقع بعد ذلك بالزمن التحرك أو زمن الإبحار من ميناء جبوتي لحد ميناء والسودان حسب التراكين سيستيم ونظام التتبع بتاع الشركة والبكيل البحري متوقع تصل يوم الأربع يوم سبع وعشرين لكن أنا أفهم أنه التشغيل سيكون بعد استكمال كل الوابورات يعني حتى نهاية العام لا نبدأ الآن طوال إن شاء الله نحن السبع تاشر وابور زياد الأربع وابورات الآن يفضل التيم الفني من المهنجسين والصينيين اللي صرحنا به وصل الآن موجودة معنا في الخرطوم حيتحرك لبلسودان حيشرف على إنزال الوابورات وعمل كل التجار والاختبارات الأولية والتشغيل التجريبي وحتتحرك من هناك إن شاء الله بقطارات لحد مدينة عطبرة وحيتم التتشين الكبير للقطارات في مدينة عطبرة طيب أنا أفهمتها هي ركاب وشحن مع بعض أنا هتكون نسبة الركاب للشحن كم يعني تقليل هي دي رؤوس طبعا اللي هي بتسمى بالاسم العلمي بتاع اللي هم نقول لكم واتف أو نحن في السكة حديث بنقول وابور الروز دي مصنعة هي بتاقات تصميمية والحاجة كبيرة جدا يعني دي حاجة الناس محترطة تكون تعريفة معنا القدرة بتاعة الوابور للسحيب هو بسحب 1400 طن وبتكنولوجيا عالية جدا يعني أو بتكنولوجيا يعني متقدمة هي القالبية العظمية نحن هنستخدمها طبعا لنقل البضائع من المواني لمحطات النهائية أو للنقل المحلي داخل المدن مناطق الانتاج لمناطق الاستهلاك الآن نحن عندنا تفكير في أنه نستخدم منها جزء ولو إن شاء الله وابورين ثلاثة وابورات لنعيد قطارات الركاب السابقة لكن بعرباتنا بتاعة الركاب اللي أصلا كانت موجودة يعني هي بتختلف من القطارات الآن المستخدمين قطار النيل عطبر الخرطوم وقطار الجزيرة الخرطوم مدني باحتمال أن دي هي أصلا وحدات مصممة للركاب إن شاء الله الفترة يكون فيه خطط لاستيراد عربات جديدة للركاب لنزون في حوجة صحيح طيب بما يختصر قلتها أنه فيه تقنية جديدة وتقنية عالية هل تعتقد أنه خطوط السكة حديد نفسها عندها الجاهزية الكافية يعني لنا تستوعب العدد من الابورات وهذا السكة اللي ما قلتها طيب السكة حديد نحن لو رجعنا وكل الشعب السوداني يعرف المعلومة دي والناس المهتمين بالقطاع اللي نقلوا بالسكة حديد شبكة السكة حديد من ناحية عدد أطوال طبعا كانت من أكبر شبكات السكة حديد الموجودة في العالم وممكن تعد كانت تالت شبكة على مستوى أفريغيا حيث كان يبلغ أطوال عدد شبكتها أربعة هلاف وثمانمية كم واربعين كيلو ممتدة على امتداد وربوع الوطن المترامل الأطراف الآن تراجعت كثير لأسباب خروج بعض القطاعات المهمة لكن الحاجة الإجابة المباشرة على سؤالك تم تاهيل الخط بورسودان عطبرة عطبرة الخرطوم الخرطوم مدني بطول ألف وكذا كيلو متر قبل خمسة أو سبع سنة وكلف الدولة مبالغ كبيرة جدا يعني تصل لملايين الدولارات والكل يعنم تم في التاهيل تغيير كل مكونات الخط لمكونات خط جديدة بمواصفات عالية تستوعب السرعات العالية للقطارات وتحد من النسبة بتاعة الحوارس الممكن تصل اللي هو تم تغييره هو الحاجة الفلنكة من فلنكة خشب وفلنكة حديد لفلنكة خرصانية وكلكم ممكن تكونوا مشاهدين اللي هو الكلام من بورسودان حتى مدينة ود مدني تم تغيير القضيب لقضيب وزنه أكبر شوية اللي هو قضيب تزعير رطل وده قضيب باستحمل الحمولات التقيلة الأكتر والسرعات العالية وبتربة محسنة وبحجر مكسور أو بلست والحاجة دي هي الآن موجودة السكة حديد ما استفادت للأسف من المشروع ده ليه لأنه أصلا يعني واجهتها بعد ذلك اللي هي القوة الساحبة والناقلة اللي هو ده المشروع اللي هو المحور الآن اللي احنا ماشينا فيه في قطار القطة لإزعافيها كحاجة مهمة فنحن الآن دارين نستغل الخط الموحل ده تأخيل يعني استغلال أمسا ونفس الطريقة ما حنهمل القطاعات التالية لأنها قطاعات مهمة جدا اللي هو القطاع الجنوب والقطاع الغربي لأنه السكة حديدة تنتهي لحد نيالة وأغلب القطاعات ديك محتمد احتمالات كبيرة جدا على السكة حديدة طيب اقتصاديا شلو الأثر اللي ممكن تحدث هذه المنظومة من القطاعات نعم نحن متفاعلين بأنه القوة الساحبة ولا القدرات الجديدة دي يعني حتى تحدث تغيير ملموس أول حاجة على مستوى الأداء السكة حديد في زيادة طنها المنقول وزيادة الشير أو المساهمة بتاعتها كنقل يعني رخيص من وصائة النقل البري وبالتالي نحن مستهدفين أنه نخدم قطاعات حيوية وقطاعات استراتيجية السراء بيكون واضح في معاش الناس يعني مربوط بمنتجات أو بتنقل سلع عندها تأثير مباشر بحياة الناس يعني الآن نحن حنساعد أخواننا في الشركة السودانية للتوليد الحراري بنقل المادة الفيرنس لمحطات التوليد الحراري وهم بيستوردوا يعني كمية كبيرة جدا والمحطات دي عشان الكهرباء تكون مستغرة بتستهلك كميات كبيرة جدا من مادة الفيرنس والترحيل بدعم برسودان لحد محطات الخرطوم اللي هي محطة بحر الحرارية أو المحطات الأخرى اللي هي مدباكر في كوستي أو غيرة التكلفة بتوحدة الترحيل بتاعت الفيرنس قاعدة تكون عالية جدا قاعدة تزيد عليهم التكلفة فنحن كناقل رخيص أو معروف إنه نقل بالسكة حديد التكلفة أقل فحنساعدهم في إنه نحاول ننقل معاهم أكبر كميات متاحة بالنسبة للفيرنس والآن الحمد لله يوقعنا معاهم عقد مفتوح لمدة السنة لنقل الكميات اللي احنا بنقدر نستطيع فدي واحدة من الحاجات اللي احنا هنركز عليها هنمشي في زيادة المساهمة بتاعتنا في نقل السلع الاستراتيجية الآن نحن بنقول مثلا الجمح لكن ناوين نزيد المساهمة بتاعتنا في نقل الجمح للمطاحن الشغالين معاها وحتى المطاحن اللي احنا ما شغالين معاها على تواصل معاهم لعرض شراكات ذكية في إنه نحن ممكن نقول لهم الجمح بواسطة عربات الهبر أو الصوامع تحت السكة حديد بالغترة أيضا نقل السكر وعندنا تفاهمات مع البنك الزراعي عن طريق مشروع الجزيرة إنه ساعد في نقل المدخلات الزراعية الأسمدة والمبيدات لمشروع الجزيرة مفروض يعود بشكل مباشر على المواطن في إنه يقلل عدد من السلع نعم وتك مفروض يعود ويقلل عدد من السلع على المواطنين إن شاء الله ناس الكهراء برضو يقلل وتعرفها الكهراء بعد نقل الفيرنس ويبقى رخيص وكذا متوقع أن الكهراء بتقلل تعرفها هي المعلومة دي مؤكدة والاقتصادين يمكن يفهموا فيها أكثر مننا باحتفال أن هذا تخصصهم لكن هي موجودة وأنا سمحتها في بنك السودان فالناس بتتكلمس عن الأسباب التدخم أو الانفليشن الحاصم للتدخم في السلع وفي المنتجات بصفة عامة واحد من الأسباب هو 60% من العوابل المؤسرة في التدخم بنلقى التكلفة بتاعت النقل يعني نحن أنا ويتا كلنا والعامة الناس الآن لو ما شيتت تشتريت لك أي حاجة مثلا لو ما سكن التاجر بتاع البصل البفروج بصل البسيط تشتريت من الجمعة دي ربوع بتاع بصل بمبلغ وجيته الجمعة الجاية بتلقزات فيمكن أن تتبادل إذا تقوم تقول لي أخي زال اللي حيقول لك التكلفة بتاعت الترحيل حتى الخراف قريب بيضبط كده صح الوقت التي تهم في علن أي والترحيل نعم قبل أيام منطقة الجيلة طبعا شهدت الحادثة المشهورة يعني بعد خروج الكطار عن مساره لأنه في ناس يقولوا سرقوا قضيب أو فكوا صواميل وكذا فداري العرفة يعني هي تسيكة حديد يعني هل في جراءات احترازية يعني خصوصا بعد استيرات هذا الكم القاطرات نعم أنا أصدقك الغول نحن ممكن واحد من الآن المهددات أو التحديات أو لو سمينا الريسكة اللي هي المخاطر اللي ممكن نحن تواجهنا في تشغيل الوابورات الجديدة دو زي ما تذكرت في مغدمة الحوار يعني نحن ممكن الحاجات المهددات الآن التعدل بحصل على مكونات البنية التحتية للخط فأنا لما نتكلم عن مكونات البنية التحتية بتكلم عن مسبتات القضيب على الفلنكة القضيب ده قاعد على الفلنكة الخرصانية والفلنكة الخشبة والحديد قاعد بمجموعة بتاعة تسبتات اللي هي من مسامير ومن يايات ومن كراسي فبيعرفوا المواد دي يعني هي من مادة يعني جودة عالية من ناحية بتاعة كحديد فدائما بميلوا بيسرقوا الحاجات دي عشان يبيعوها بالوزن لتجار الخردة لأن غيمة المالية بتكون كبيرة جدا فده واحد الحاجة التالية برضو ممكن يكون الحاجة دي يعني أنا زي ما ذكرتها وأنا ما قلتها عن فراغ لأنه عندنا تجربة والصور موجودة يعني إحنا عندنا قضيب لقينا مقطوع منه ثلاثة متر يعني مقطوع عديل يعني زول قدر جاء بعربية وجاء بستلين وقسجين وقطع القضيب وفي النهاية خلالينا القضيب والمسامير والمسبتات قاعدة في محلة يعني هو لو كان دار يسرقى يعني قدر أخذ زمن عمل الحاجة دي فيمكن يسرقى والكلام دي تم الساعة واحد ونص ما بين واحد ونص لحد دي اثنين اللي هي في منطقة التراجمة وشندي وموجودة وهو مش القطر الأخير حتى قطر الجزيرة قبل قبل فترة كم شهر برضو كان جاي باتجاه تقاطع صافولة بعد سوبة برضو كان حصل له الحارس والحمد لله برضو يعني ربنا يعني العناية للهية وربنا لطف إنه الحارس ما كان كبير والقطر أيضا كان في حوالي 422 راكب كانوا غادمين من مدني الخرطم نعم فالقانون جديدا مناسب تعيش يعني إنه هذا الشروع في القتل بالضبط كده نعم صحيح فنحن هي واحدة من الآليات اللي احنا الآن ماشيين فيها وحنكسب فيها جهودنا في الفترة الجاية دي عن طريق داراتنا نتخصص اللي هي دارة الغانونية وشرطة تأمين هيا سكاك حديد السودان أما المزال بتاعة المراغبة عن طريق التكنولوجيا الحديثة اللي هي الطائرات الدرون فهي دي جات مبادرة من بعض الشركات الوطنية هي بتصنع الطائرات دي واتواصلوا معنا إنهم يعني نحاول نعمل تجربة زي دي في القطاعات وفي المناطق اللي احنا بتشهد التردد بتاع الحوادث دي باستمرار نعم برضو فيه كلام عن أراضي السكة حديد وبعض الناس يتغولوا على الأراضي في بعض الولايات يعني كيف بتشوف الواقع دي وكيف يعني الهيئة تتعامل مع النوع دي من التعديات يعني النوع الجديد فيه يتغولوا على أراضي السكة حديد تبرو أراضيهم صحيح نعم والله صراحة يا خيطة يعني طرقت لنا لموضوع مهم جدا وممكن يكون هو من المواضيع اللي كانت يعني ما دار أقول هي مرهغان لأنه دواجبنا لكن كانت مزعجان يمكن خلال الفترة الفاترة دي كله ودي حاجة نحن وجدناه فنحن قاعدين نصنف التغول أو التعدي نحن بنقول التعدي على أراضي وعغاراته وممتلكات الهيئة لين وعين فيه تعدي بيكون من شخص مباشر وده نحن قاعدين نقول مقدور عليه اللي هو عن طريق شرطة التأمين هياسيك حديد السودان بيتم إزالته نعم ففيه تعدي زي ما يتذكرت بيكون في بعض المدن وبعض المناطق اللي هو بيكون الحكومات الإغليمية والحكومات الولايية هي اللي بتكون مثلا إدخل فده بيكون في تواصل وكان قاعدنا في الفترة الفاتت مع وزيرة الحكم الاتحادي بخصوص الحاجة دي ووجهت وخاطبت كل الولايات الموجودة فيها تعدي وبدأنا في الموضوع ده عن طريق الوزارة بكم ولاية وحن نتواصل الحاجة دي الخلاها يعني تتطور وتمشي لأكتر اللي هو يعني تدهور السكة حديد في الفترة الفاتت وخروج بعض القطاعات المهمة يعني الآن نحن من القضارف أو من كسل القضارف القضارف سي النار يعني دي كانت من الخطوط زمان الحية أو الفية حركة بتاعة القطاعات الآن ما عندنا فيها أي مكونات بتاعة سكة حديد يعني إلا بيوت السكة حديدة القديمة وإنهارت ذاتها وبعد ذلك أصبحت أي ونعم فلما تكون ما في مكونات وما في خط بتاعة سكة حديد فأكيد الأراضي والحرم بتاع السكة حديد والمحطات بيحصل عليها التعدي والسكن العشوائي والتغول والحيازات أيوة والحيازات نعم أو حتى داخل المدن الكبيرة لكن اشتغلنا في الفترة الفاتتة دي شغل يعني واضح وملموس يعني أدى نتائج طيبة جدا قدرنا يعني أقلاها نحافظ على الحرم بتاعنا بتاع السكة حديد داخل المدن حاولنا نستثمر أي لأن السكة حديدة الآن ما عندها القدرات المالية الكبيرة والإمكانيات اللي بتخلينانا أقوم أعمل حواجس حشان نحافظ على الحرم الغانوم بتاع الدولة المنح السكة حديد مناح حرم وده شيء موجود اللي هي 20 متر يمين 20 متر شمال مفترض أنا داخل العشرين متر أي حاجة بالنسبة لي اللي قيتها داخل العشرين متر بالنسبة لي دي تعدي راكوبة بيت أي مبنى سواء كان يعني حاجة حكومية والله فرد باعتبار أنه ده تعدي مفترض يجب يزال تطواله بشرة قانونية نعم بشمال دي سواليد البلاد طبعا تشهد وكلنا نعلم متغيرات اقتصادية متغيرات سياسية يعني رؤيتكم المستقبلية في الختام يعني لقطاع السكة حديد والله أنا يعني ممكن نكون متفائل شديد بأنه الفرصة بتاعت السكة حديدة الآن هي فرصة كبيرة جدا والإمكانيات الموجودة الآن بالنسبة لهيئة السكة حديدة السودان إمكانيات هاي لما سهلة مطلوب استغلال استغلال أمسل والاستفادة منها السكة حديدة الآن نحن عندنا مشروع ويمكن المشروع دماشي سيكون سيكون ما ظاهر لكن فيه خطوات كبيرة جدا الآن ماشا تمت دراسة جدوى لمشروع قاري عن طريق شركة صينية مشروع الخط برسودان الجنينة أدري هو ماشي لحدهم جمينة داخل العمقى وداخل الحدود السودانية بألفين ومن برسودان لحد الحدود مع دولة شات ألفين واربعمائة وسبعة كيلو بيجي مر بالولايات الشرقية اللي هو برسودان هيا كسل القضارف والسنار بيجي ماشي موازي مع خطنا الأصلا الموجود وبيواصل مع الخط القديم الخط دا هيكون بالستاندر جيتش اللي هو الاتساع الغياسي لأنه نحن مستهدفين بيو تجارة العبور لأربع دول جوار حبيسة من البحر أو ما عندها شواطن البحر اللي هي أسيوبيا دولة جنوب السودان شاد أفريغيا الوسطى المشروع دا لو يكتمل بيسهل العملية بتاعة الربط الدولي ودي واحدة من المشاريع الآن القاعدة وصيبها الاتحاد الدولي للسكة الحديدية اليو آي سي وتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة حتى على مستوى المينة نحن ناوين أنه شبكة السكة الحديدة تكون مربوطة بكل الموانئ المتخصصة الموجودة وكل المرابط الموجودة ليه؟ عشان أنا أقدم خدمات اللوجستية متكاملة اللي هي خدمة الباب للباب يعني اللي هي دور تدور يعني عندك حاوياتنا أشيلة من المينة الجنوب أو من الحاويات في دم دم أو الصلة للموانئ الجافة أو الصلة للمدن الثانية المشروع دا الآن يتقدمت يعني مبادرات من كم شركات يعني عالمية تستسمر وتم تجازته من وزارة المالية السنة الفاتت خاطبون خطام مباشر نقلوا لنا موافقة وزارة المالية لطرح المشروع عن طريق نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص بعد ما تم تجازة الغانون اللي هو البي بي بي عن طريق نظام البود لأنه تكلفة المشروع بناء على الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية التي عملت المبلغ كبير جدا يعني يمكن حسب الدراسة الآن هي 6 مليار و 750 مليون فذين احنا بنتوقع من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة الممكن يعني تغير الوضع يعني شديد إن شاء الله إن شاء الله الحديث واعد يعني إن شاء الله ونحن نشكر لك جدا باش مهندس مستشار وليد حمود أحمد بودير عام مهيات سيكة الحديث السودان يعني إسراء كل هذا الحديث وزي ما ذكرتك في الأول ده حديث واعد ومتفايل على غير العادة يعني مشاهد الكرام الحدث الاقتصادي متواصل معكم وبعد الفاصل طائفة من أخبار الاقتصاد الولائية ابقوا معنا أهلا بكم مجددا الحدث الاقتصادي مشاهدين وإلى أخبار الاقتصاد الولائية حيث أقر واني الجزيرة إسماعي العودال العاقب بوجود معاوقات تعترض لأنشطة الاستثمارية بالولاية وأصنف خلال لقائه في ود مدني وزيارة الاستثمار والتعاون الدولي أحلام مدني الإمداد الكهربائي والطرق بأنهما من أكبر معاوقات الاستثمار بالولاية وكشفها في الوقت ذاته عن شروع حكومتي في عدد خارطة ترمي إلى زيادة فعالية المشاريع الاستثمارية بالولاية وأجه بتكمين لجنة مشتركة بين الولاية ويزارة الاستثمار لمعالجة المشكلات التي تعترض الاستثمار ومراجعة القوانين وأشار والي الجزيرة إلى أن الإمداد الكهربائي والطرق من أكبر معاوقات الاستثمار بالولاية وعدد جهود الولاية لمعالجة التحديات بمنطقة الباقير الصناعية وأجدد التزام حكومتي بتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار إقليمياً قال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف إن حجم التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة تجاود أكثر من أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار وأوضح في تصريحات صحفية أنه بحث مع نظر المصري تطوير التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي بين مصر وروسيا وذلك بجانب مشروع الضبعة النووي والمنطقة الروسية بقناة السويس وأكد عزم بلاده إنشاء مصنع لإنتاج لقاح سبوتنيك ضد كورونا في مصر وأشار إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو تعرقل الدعم الروسي للدول الإفريقية وفي الأثناء لفت وزير الخارجية الروسي إلى أن الموانئ الروسية تعاني من حصار غربي وقال أنهم تلقوا تعهدات في تركيا بإنهاء الحصار المفروض على هذه الموانئ موسيقى في الختام مشاهدين إليكم تذكير بأهم العنوية موسيقى تحالف قوى التغيير الجذري يطالب بخضوع الشركات العسكرية وإلولاتها إلى وزارة المالية موسيقى حكومة الجزيرة تشرع في إعداد خارطة جديدة لزادة فعالية المشاريع الاستثمارية بالولاية موسيقى وزير الخارجية الروسي يناقش في القاهرة فرص تطوير التبادل التجاري مع جمهورية مصر موسيقى مشاهدين الكرام بهذا تكاملت هذه الأنباء من الحدث الاقتصادي شكرا للمتابعة في أمان الله موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة